بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا مرحبا طيب عندي تشجيل مهم اقولكم هذا التشجيل بصراحة كنت مأجله شوي لما البودكاست يكونوا اكتار وحلوين يعني وتفاعل وكذا فهمين علي بس يعني لا ليه خليه موجود وممكن اعرضه مرة تانية ولا كذا ولا هيك ان شاء الله شوفوا هذا التشجيل بدي احكي لكم عن المعلومة اللي خلتني استقيل بسببها تمام استقيل من وظيفتي وكلامي لا يعني انك تستقيل ابدا 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 كلامي بس افهمه بالطريقة اللي هقولك اياها وانت قرر اللي بدك اياها بما مناسبك تمام لانه انا ما استقلت الا لما زبطت حالي الاول لكن هذا الكلام اللي خلى طريق التفكيري تلف بطريقة غريبة فهمين علي اللي هو الصدمة بتعرف الصدمة بتعرف لما هيك انصدم ايوا هذا اللي هقولكم اياه الان الكلام صدمني هذا الكلام انا قرأته في كتاب لواحد اسمه ايرل نايتنجل تمام طبعا انا كتبت اسمه قدامي عشان ما غلطش فيه ايرل نايتنجل تمام زلم هيك من تبعين زمان اوكي الابيضه اسود طبعا هو مش ابيضه اسود بس يعني زمان فقرأت له مرة كتاب كانت فيه هاي المعلومة اللي صدمتني لدرجة اني ما كملتش الكتاب بعد ما قرأتها افلت هيك وخلص بدأت في اعطاء القرار الواضح بانه لازم اكون من الخمسة بالمية في العالم طيب يلا نبدأ حمستكم صح اتمنى ذلك طبعا شوفوا هاد الزلمة هو ومجموعة من الاكسبرت في موضوع احصائيات العالم تمام يعني بيمسكوا ناس بيعملوا معهم احصائيات اشياء كذا فبيطلعوا نتائجه كذا 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 شو عملوا اي معلم عملوا احصائية طويلة جدا طويلة جدا على مجموعة كبيرة من الناس طلعوا فيها التالي وطويلة جدا انا بتكلم عن اربعين سنة بتخيلين انتم معاي دراسة مدتها اكتر من اربعين سنة ايش هاي الاحصائية تطلعوها بيقولك لو في عنا ميت انسان مية عايشين بنفس المكان مكان جيد في فرص هو كان يحكي عن امريكا طبعا بس انا بقولك عن اي بلد من بلدكم كل البلدان انتم عايشين فيها مع بعض تمام ما فيش واحد عايش مكان واحد تاني عايش فيه ويقدر يحط حجة انه المكان هو السبب تمام الاحصائية بتقول انه لو جبنا ميت انسان عايشين في نفس المكان والمكان طبعا جيد مش مكان وسط حروب يعني تمام واعمارهم نفس الاشي وصحتهم جيدة وتعليمهم جيد تمام حطناهم وبدأنا معاهم الدراسة من عمرهم عشرين بيقولك لما يصير عمرهم اربعين سنة اي لا بعد اربعين سنة يعني لما يصير عمرهم ستين سنة هذه الاحصائيات اللي بتطلع تمام ايش هاي الاحصائيات واحد من المية غني ريتش عنده ثروة واحد بس عنده ثروة تمام اربعة اه معتمدين على حالهم يعني اندبندنس معتمدين على حالهم هم معاهم فلوسهم وبيصرفوا مرتاحين اربعة مش اغنياء لكن اندبندنس خمسة لسه بيشتغلوا ها عمره ستين سنة ولسه بيشتغل ستة وتلاتين ماتوا الله يرحمهم اربعة وخمسين واحد اربعة وخمسين واحد عالى على المجتمع يعني فلوسهم اخر الشهر بتخلص في ناس سنين بيصرفوا عليهم باخدوا قروض بتداينوا عايشين عالى على المجتمع احصائية لما قرأتها خفت انا انا هاني خفت وقتها لانا طبعا كنت لسه مفلس وكذا خفت من كل ميت واحد بيطلع واحد غني واربعة وخمسين واحد عالى على المجتمع يعني الاحصائية شو بتحكي انه بس خمسة بالمية اللي مبسوطين ماليا الباقي مكلين هوا الاحصائية فعلا بتخوف طيب خلينا نكمل هذا الزلم يشو حكى برضو في الكتاب حكى انه شوفوا خلينا اقولكم على السر تبع الخمسة بالمية دول تمام ايش هو السر تخيلوا معاي انه واحد تمن ساعات في اليوم خمس ايام في الاسبوع خمسين اسبوع في السنة اربعين سنة بيعمل اشي واحد كيف هيكون فيه هيكون فيه لعيب لعيب ابن لعيب صح هل حدا منكم ممكن يفكر بيقول لا مستحيل صح لو انت بتعمل اشي واحد تمن ساعات في اليوم خمسة ايام في الاسبوع خمسين اسبوع في السنة اربعين سنة هتصير فيه يعني مش بروفسور يعني اشي اعلى بكتير كيف يعمل هيك صح؟ كلنا متفقين صح؟ هلأ وين الصدمة؟ الصدمة انه الاربع وخمسين واحد متذكرينهم؟ العالي هدولة على المجتمع متذكرينهم؟ هدولة بيعملوا هيك بيعملوا هيك بيكون شغال موظف في شركة ورا شركة مع الحكومة مع الكذا تمن ساعات في اليوم خمس ايام في الاسبوع خمسين اسبوع في السنة اربعين سنة ومع هيك هو مش محترف في اشي هو محترف موظف محترف ضيع وقت صح؟ صح؟ شايفين هاي الجملتين اللي حكيتون في الاخر؟ هدولة اللي خلوني اقرر استقيل من الوظيفة تبعتي فعليا المعلم المعلم اللي بيقعد أربعين سنة مثلا يدرس ولا تلاتين سنة يدرس ولا عشرين سنة يدرس بالله عليكم هده هده محترف في ايش؟ قلولي عن جد والله ايش احترافه؟ ايش؟ صار يعرف رياضيات احسن مثلا صار يعرف رياضة احسن صار يعرف معلومات فيزائية احسن مثلا المحاسب السكرتيرا صح؟ اللي على الكاشير اللي فاتح سوفر ماركت صح؟ فهاي الصدمة الصدمة انه ايوة انا لو عملت اشي تمن ساعات في اليوم لامدة اربعين سنة المفروض اكون فيه العب اللاعبين في الدنيا والمشكلة انه كل الناس بيعملوا هيك طب ليش مش لاعبين؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لانه مفيش بلان لانه اغلب الناس بيحطوش بلان طب ايش مشكلة باقي الدنيا كلها؟ انهم بيعملوا زي الاغلبية اللي هم الاربع وخمسين هدول العالي اغلب الناس بيعملوا زيهم ايوة زيهم ايوة نفس الاشي فوت مدرسة يخلص ام المدرسة يفوت شغل روح يشتغل ارجع نام روح يشتغل هيك ابن عمك اشتغل ابنك تشتغل انت يا حمار هيك كل الناس كل الناس بيعملوا زي اغلب الناس واغلب الناس اصلا اربع وخمسين صح؟ طب ايش ايش المشكلة؟ انه لو انت تكون تعمل مش زي اغلب الناس انحلت المشكلة طب كيف ما اكونش اعمل زي اغلب الناس؟ يكون في خطة بس خطة خطة في كل اشي خطة خطة مالية خطة في الاشي اللي بدك تحترفه خطة في مهاراتك خطة في انا ايش بدي اعمل في حياتي هو هاد الفرق هاد اللي حخليك من 5% انا ما بدي تكون من ال 36 اللي ماتوا فاعمل خطة لصحتك والحياتك الصحية ما بدي تكون من ال 54 اللي هم العالي فاعمل خطة انك ما تعملي زي اغلب الناس وما بدي تكون من ال 5 اللي لسه بيشتغلوا عمرهم 60 سنة صح لازم تكون يا إما الواحد واحد بالمية هذا الريتش يا إما الأربعة اللي هم المعتمدين على حالهم ودخلهم كويس وعندهم تحويش ومستقلين في الدنيا مستقلين مستقل ماليا فخليك من الخمسة بالمية كيف تكون الخمسة بالمية ما تعملش زي أغلب الناس بس خطت خطت أنت هلأ لما يجيك فلوس أغلب الناس شو بعملوا الفلوس بتروح أنت ما تخليهاش تروح حطها في أشياء هاي الأشياء يعني فيها احتمال أنه تعطيك أكتر زي الاستثمار بنفسك هذا بيعطيك احتمال أنك تأخذ فلوس بعدين أكتر صح وطبعا اعملها بمرحلتك ما تعمل خطة مش بمرحلتك ما تكون أنت لسه مفلس وتخطت تستمر بيتكوين زي اللي بشوفهم زمان كانوا يعملوا ليه ليه منتا مفلس منتا مفلس غلط غلط احتمال كبير تخسر أنت بعدك من 54 أنت ما عملش إشي غريب على الناس بتعمل زي الناس عادي نفس الإشي برضو خطت اعمل إشي مش كل الناس بتعملوا شوف الناس شو بتعمل وما تعمل زيه لأنه أغلب الناس 54 صح بس تسجيل قصير جماعة حبيت أقول لكم هاي المعلومة اللي فعلا غيرت لحياتي بصراحة فعلا يعني بعد ما سمعتها وانصدمت بدأت أحط خطة لحياتي بدأت أحط خطة لفلوس اللي بتيجي بدي أحوش منها لأنه أنا لسه مفلس بعد درجة استثمرها بعدين أمسك جزء منها وأحاول أحطه في أشياء أستثمر بحالي أتعلم مهارات المهارات هاي أبدأ أستخدمها بدل ما أروح على الوظيفة تبعتي كنت لأى مرات أصهر طول الليل علشان أطور من مهارتي هاي وأجرب أجيب منها فلوس تمام أيوة يجي شهر شهرين ألاقي مثلا ما يدوب الراتب نازلي هذا الأصلا ما كانش ينزلي الراتب أنه كان في قصة هيك كان ينزلي سالب أنا بس يعني بقولكم فكان كان بالنسبة إلي مش مهم وظيفتي مع أنه هي مصدر دخلي الوحيد بس مش مهمة الأهم عندي أطور مهاراتي علشان أعمل إشي مش زي أغلب الناس والله العظيم هاي الجملة كنت كاتبها فوراء هيك وحطة عندي بالأوضة عشان كل ما هيك أمشط شعري تمام أقرأها أحطها هيك عشان أتذكر أيوة الخمسة بالمية الخمسة بالمية البلانينج ما تعمل إشي أغلب الناس ما تعمل إشي أغلب الناس أبدا ما تعملش تمام مصدروري أدخل جامعة مصدروري 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 أعمل كذا مصدروري تمام أنتوا عارفين أنا قلت لكم قبل هيك أنه أنا ما دخلت إش دامعي إلا بعدين أنا دخلت إشي اسمه كلية دبلوم ما كانش معنا فلوس دخلت دبلوم والحمد لله أنا دخلت دبلوم عشان ما ضيعش أربع سيمة حياتي دخلت دبلوم ولأنه الموضوع نفسيا كان لسه مأثر فيي مش عارف ليش بس أنا أهبل كنت بصراحة مأثر فيي لما صار معاي فلوس شوي روح تكملت جامعة خيالين الغباء تبعي غباء فعليا ضيعت وقتي على الفاضي ليه ليه يعني ليه ولا استفدت منها إشي إيش يعني أنا هلأ مهندس شباكات كمبيوتر إيش يعني طز ولا فادتني بشلن والله العظيم بس الجامعة العربية المفتوحة أخذت مني ألاف بس هذو هذو اللي استفدت إني خسرت ألاف في الجامعة العربية المفتوحة وأنا أخذ الباكاليوريوس اللي هو الهندسة زي الأهبل فعليا فأيوة خطت ما تعملش زي أغلب الناس طبعا بالله عليكم ما تخدوا كلامي وبكرة تروحوا على المدرأة وتستقيلوا لا أنا بقولك اعملها صح اعملها صح ابدأ هلأ خطط لفلوسك أغلب الناس شو بيعملوا بيخلصوا فلوسهم أنت ما تخلصها ما تخلصها تمام حوش 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 هلأ وإنت بتحوش وتحفظ المال خد منه أجزاء واستثمر بحالك استثمر بحالك شوف يعني مثلا أنا يا هاني مش عارف شو أعمل يا حسيدي ادفع ادفع لحدا استشيره شوف شو تعمل ادفع مش إلي أنا استشارتي بألف دولار ما تدفع لي أنا ما تخط ألف دولار عشان تستشير استشير حدا تاني خليه نور لك طريقك صح أنا بالنسبة إلي لو مش استشارة موتايز سكول فيها بعضي فيها زي الاستشارة بصراحة تمام ف اعرف طريقك اعرفت طريقك وخلص عرفت اللازم تعمله وظلك طور مهاراتك في هذا التركيز اللي بتعمله وظلك اعمله ثمان ساعات في اليوم خمس سيان في الأسبوع خمسين أسبوع في السنة ظلك اعمله تعرفين إمتى أخر مرة قرأت رواية أنا مثلا إمتى من سنوات ليه لأنه شو بدي في أم الرواية شو حتفيدني أنا أقرأ كتاب عن البزنس عن المني عن التيم عن السيستم هذا تبعي هذا إلي عن الماركتينج هذا إلي هذا اللي بعمله فمستحيل تلاقي عندي كتاب رواية ولا كتاب مثلا عن الزواج بلا هبل أنا فيه إشي أهم عندي طبعا أنا مش أقضي الزواج هبل أنا أقضي أنا بالنسبة لي مش مهم مش مهم ما بديش أقرأ عنه شايفين ثمان ساعات في اليوم خمس أيام في الأسبوع خمسين أسبوع في السنة ظلك اعمل ركز بإشي واحد بس وقتها أنت بتحوش فلوس يعني عامل خطة مالية زائد عامل خطة وبتطور قاعد وماسك إشي عشان تصير فيه محترف تمام بالساعات وبالأيام وبالأسبوع وبالسنوات شايف خطة خطة فهيك فلوسك بتكتر وماراتك بتكبر هذا لما تكون مركز فيه الأشياء التافية التانية مش هتطلع عليها أنجد يعني مثلا مش هتطلع هو أنا بوظيفتي بترقى ولا لا أتوز مش هتطلع هو أنا أمتى بدأ أخذ من الشغل الميداني نفسي أقعد بمكتب طوز مش هتطلع عليها لأنك مركز صح مش هتطلع والله أمتى الشركة تبعتي حتودي الفلوس على البنك عشان أخذ السيارة بالقسط مش هتفكر بهالموضوع التافي هلأ مش وقته هلأ انت مركز هذا الناس أغلب الناس بيعملوه ال54 هم اللي بيعملوه هم اللي أول شهرات ويجيب سيارة عشان يتمنظر قدام أصحابه وعيلته صح أنا يا من حكالي زمان على فكرة يا من حكالي شوف صاحبك كذا عنده سيارة ما شاء الله وكذا وانت ولا إشي لسه مع العلم أنا كان عندي فلوس صاحبي هذا كان يحلم فيها في البنك بس الناس مش عارفة لأنه مركز احكوا لبتكم إياه كلامكم كله أنا عارف أنه غلط لأنكم انتم من ال54 أيوة انتم انتم من ال54 مش هرد عليكم ماشي مش هرد عليكم عمي وخالتي و واصحابي و الكبار و أبو صاحبي مثلا لما يقعد ينصح فيه انت 54 ما تحكيش معاي أنا بديش هرد عليك طبعا بحتلم وبرد علي بأشياء التاني بس في البزنس كذا أنا بفهم أكتر بديش هرد عليك انت 54 فبديش اعمل زيك صح فلما تكون مركز بالضبط متل ما حكيت لك بالساعات والأيام والأسابيع بتعمل ايش واحد تعمل ايش واحد الأشياء التانية هتصبح تافهة بالنسبة لك فعليا بتصير تافهة مش ضروري السيارة مش ضروري لكذا خليني هلا أنا عندي خطة السيارة هتيجي وتيجي سيارات كمان لو أنا ضبطة الخطة تبعتين صح وأنا صغير صغير يعني أنا مش خطيار يعني أنا مش مثلا اللي هو يا هاني انت تعبد في حياتك وراحت عليك حتموت بعد شواء لا أنا صغير يا جماعة بعدنا صغير عادي وشبيب وتمام على راسي يعني فيش عندي مشكلة يعني أنا تمام صح وعلى فكرة أنا هيك من زمان يعني فعليا الموضوع هادي حيبدأ يتشوف نتائجه بسنتين ثلاث لو انت زيرو 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 ولا فلوس ولا اشي ولا اشي لو فيه فلوس وفيه مهارة وكذا والله العظيم اشهر حتبدأ تحس انه خلص أنا 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 فعلا بدأت اقرب جدا من الخمسة بالمية صح بس هاي هي المسج اللي اجعب لي احكيها في آخر الليل سلام عليكم